أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف السابع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية عنوان الدرس كتابة تقرير صحفي عن السلامة المرورية الجزء الأول أهداف درسنا لهذا اليوم أن يحدد الطالب العناصر الرئيسة لكتابة التقارير الصحفية أن يولد الطالب الأفكار الرئيسة والفرعية المناسبة للموضوع أن يكتب الطالب مقدمة مناسبة للموضوع أعزائي الطالب تناولنا من قبل في درس القراءة الذي هو بعنوان اللجنة العليا للمشاريع والإرث تقريرا صحفيا مأخوذا من صحيفة العربي الجديد وقد شرحنا أفكاره وخصائصه اللغوية والأسلوبية التي تميزه عن غيره والآن جاء دوركم أيها الصحفيون لتعدوا لنا تقريرا صحفيا عن موضوع السلامة المرورية مستفيدين من معرفتكم بخصائص وأساليب كتابة التقرير الصحفي والآن أعزائي لكتابة تقرير صحفي متكامل اتبعوا التعليمات والخطوات الآتية افتح كتابك صفحة مئة واثنتين وعشرين واقرأ رأسا ومقدمة الموضوع بفهم تتبع مراحل كتابة الموضوع مراعيا عناصره وخصائصه كما هو مثبت في كتابك صفحة مئة واثنتين وعشرين وصفحة مئة وثلاث وعشرين وكما يوضحها لك المعلم افتح دفترك الخاص وقم بالكتابة والتدوين كلما طلب منك ذلك ما خصائص التقرير الإخباري لعل ذلك مر بك سابقا في درس القراءة عليك أن تستذكر ذلك خصائص التقارير الإخبارية اللغة الواضحة والمباشرة ذكر الحقائق استخدام الصور التوضيحية له هدف محدد له تاريخ محدد عزيز الطالب أوقف المقطع المرئي ثم قرأ الفقرة للإجابة عن الأسئلة وللإجابة عن الأسئلة وتنظيم الموضوع قم بمراجعة الخريطة الذهنية لتستفيد منها في تنظيم موضوعك وأفكارك مع متابعة التعليمات صفحة مئة واثنتين وعشرين وأعلم أنه يمكنك الاستفادة من هذه الفقرة في كتابة مقدمتك السؤال الأول ما هدف التقرير الذي ستكتبه وما عناصره السؤال الثاني ما الصور التوضيحية التي ستختارها لتوضيحه السؤال الثالث ما الأفكار الرئيسة التي تشير إليها الفقرة وهل ستضيف أفكار أخرى حول هذا الموضوع لعلك تستطيع الآن أن تجيب عن هذه الأسئلة تعالوا أيها الأبناء الأعزاء لنتعاون معا في الإجابة عن هذه الأسئلة ما هدف هذا التقرير لعلكم قد توصلتم إلى الإجابة المناسبة وهي هدفه عرض جهود لإدارة المرور القطرية في تحقيق السلامة المرورية والتوعية أثناء كأس العالم الفين واثنين وعشرين رائع فماذا عن عناصر هذا التقرير ما عناصره مما يتألف مما يتكون فماذا عناصر العنصر الأول المقدمة ولها أهمية عظيمة لأنها تأتي للتعريف بموضوع السلامة المرورية وأيضا للتعريف بهدف التقرير وهو جهود الإدارة العامة للمرور في قطر لتحقيق السلامة المرورية أثناء كأس العالم الفين واثنين وعشرين العنصر الثاني وهو العرض وهو لذكر الحقائق والأحداث الواقعية ويمكن أن نذكر الزمان والمكان والأشخاص إن تطلب الأمر العنصر الثالث الخاتمة وهي تتضمن تلخيصا لأفكار التقرير أو توصيات بشأن موضوع السلامة المرورية في قطر ولعل هذه العناصر أبناء وبناتي قد وردت في الكتاب المدرسي في هامشه صفحة مئة واثنتين وعشرين وقد سلطنا عليها الضوء لتزيد الفائدة بإذن الله الآن افتحوا دفاتركم ودونوا المناقشة الافتراضية التي سنقوم بها الآن الأفكار الرئيسة المقترحة أولا التدريب المسبق لعناصر شرطة المرور القطرية الذي يستمر حتى كأس العالم ثانيا الاستعانة بشركات عالمية ثالثا تنفيذ حملات توعية بقواعد المرور من خلال وسائل الإعلام المختلفة ويمكن أن نضيف أفكارا رئيسة أخرى على هذا النحو أولا تنظيم المرور حول ملاعب كأس العالم والشواخص الإرشادية الكثيرة التي تسهل حركة المرور ثانيا توفير خطوط المتر الحديثة ثالثا توفير مسارات المشاة والدراجات الهوائية وهكذا أصبحت الأفكار الرئيسة التي ستضمنها موضوعك جاهزة ونثق في أنكم أيها المبدعون أضفتم أفكارا أخرى ولتفصيل هذه الأفكار ودعمها بأفكار فرعية تفصيلية سنتبع طرقا متعددة لجمع المعلومات وندونها وذلك إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة وسنكتفي في هذه الحصة بكتابة مقدمة هذا التقرير فقط كما يمكنكم أيضا أن تستعينوا بهذه الصور التوضيحية المختارة الآن أبناء الأعزاء لكتابة مقدمة الموضوع عليك الآن أن تقوم بالآتي افتح دفترك وحدد أفكارك مستعينا برأس الموضوع المعروض صفحة مئة واثنتين وعشرين وبالنموذج المقدم من المعلم راعي اجتمال المقدمة على التعريف بالموضوع بشكل واضح كما توضح الهدف منه أي من التقرير استخدم الأساليب الخاصة بالتقارير الإخبارية التي تعلمتها سابقا واستذكرتها في درس اليوم أرفق صورا توضيحية مناسبة لتقريرك أمامك الآن أنموذج مقدمة تقرير صحفي بعنوان أولمبياد القراءة يمكنك الاستعانة به ولكن تذكر جيدا أن موضوعك هو جهود الإدارة العامة للمرور في تحقيق السلامة المنورية أثناء كأس العالم الفين واثنين وعشرين أرجو أن تكون الآن قد استطعت أن تلم بكيفية كتابة المقدمة بشكل منسق ومنمق وجميل يليق بمثلك أيها الطالب العزيز إلى هنا أبناء وبناتي تنتهي حلقتنا لهذا اليوم دمتم في أمان الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر